هو طبعا هي مشكلة الأدوية السرطان إنها عبارة عن جيلين من الأدوية جيلين من الأدوية أو أكثر من جيلين كمان الجيل الأول أدوية كلاسيكية بحتة نظريتها عملها نظريات كلاسيكية بحتة أدوية كيميائية حتى كده في العامة من الناس يقولوا إيه ده بيتعالج بالكيميائي صحيح بيتتداخل مع فكرة يعني أبسطها لك يعني مثل لاش بيتتداخل مع الإنقسام الخلوي للخلايا السرطان ولكن هناك قطار يسمى قطار البحث العلمي وصناعة جديدة تسمى صناعة البحث العلمي فبادت تظهر جيل جديد من أدوية السرطان صعبة المحاكاة من الصعبة محاكاتها أننا نسميها أدوية بيولوجية تحاكي ما يحدث في الجسم تمام؟ وبالتالي المشكلة القديمة قصة الشعر يقع وقصة النساء دي في خلايا أخرى سليمة ومن هذا القبيل لا قلت بشكل كبير جدا وبالتالي هنا بقى الأدوية دي من الصعب محاكاتها فعندنا مشكلتين المشكلة الأولى أنها أدوية بيولوجية من الصعب محاكاتها لكن المشكلة اللي قبلها أن معظم هذه الأدوية غالية جدا 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 لأنها مزالت في طور حقوق الملكات الفكرية بالإضافة لأنه الشركات العالمية والتفاقيات الجات والتفاقيات الملكات الفكرية اللي تقريبا ما عرفش هي كانت بدايتها في التعينة تقريبا بتخلي شوية الشركات العملاقة العالمية تحتفظ بحقياتها في التصنيع وفي النهاء وفي بعض أسرار التصنيع فذل مصعب القصة